شكرا لإلك ولهذا الإبداع بالفعل من طلب اليوم لسه في مراحلهم الأولى نتحدث بداية عن جمعية Translation Hub نوضح للمشاهدين هاي الجمعية إيش الهدف منها وفكرة تأسيسها أكيد أول شي Translation Hub هي بتقدر تقولي فكرة إجت من طالب لطالب يعني هدفنا أنه نثري تجربة الطالب الأكاديمية وكمان التجربة الشخصية على المستوى الأكاديمي هي رح تثر إن شاء الله من خلال الورشات والنشاطات اللي رح يتم عقدها خلال هذا الفصل لأنه بترفي إحنا كمان يعني إحنا المترجمين دايما بدؤول أكثر واحد مثقف هو المترجم إحنا أكيد تجربتنا أكاديميا خلال مترجمين عفوا من خلال متدرسين غنية ولكن لما تيجي تطبئيها من خلال نشاطات تانية وورشات يعني ما تم ذكرها في خلال منهج الأكاديمي أكيد إحنا نتأمل أنه الطالب تزيد خبرته وكمان من خلال برضو الأعمال التطوعية اللي هي حتفيده بتوظيف خبرته وكمان بناء شخصيته يعني هاي الجمعية رح تكون إثراء معلوماتي أكثر عن الترجمة عن اللغات بمعنى طالب اللغة الإنجليزية من خلال المواد النظرية والتعليمية بيقدر يتوجه لهذه الجمعية ويثري من معلوماته من خلال أنتوا رح هنا تخصصوا مجموعة يعني هما الطلب نفسهم رح يعطوا هاي المواد والأنشطة وإيش الهدف والأنشطة التفاعلية اللي أنتوا مقررين تعملوها هلأ هي إحنا بنسعى إن شاء الله أن تكون نشاطاتنا أكيد بناء على رغبات الطلبة هلأ فيه أنشطة ممكن نكون إحنا الطلبة منشرفين عليها ولكن إحنا بالنهاية بحاجة لحد أخبر مننا أن يوجهنا فهي رح تكون يعني بتقدر تقولي خليط بين التنين طب الفكرة الأولى اليوم ويعني أنت صاحبة هالفكرة من البداية والانطلاقة لإلها كيف ياسمين فكرت بهاي الجمعية؟ ليه خطرت في بالك أنت اليوم كطالبة إحنا بحاجة اليوم في الجامعة لجمعية خاصة لطلبة اللغات؟ هو شوفي للأمانة هي ما كانت مبادرة شخصية من الحالي كانت مدني ومنزميلتي رند مفلاحي أكيد كانت حبة تكون متواجدة اليوم ولكن لظرف صحي هي ما أدرت اتواجد اليوم لظرف صحي يعني أقوى منها السلام عليها الله يسلمك هلأ هي الموضوع بلش أنه خلال زي هالوقت السنة الماضية كنا مخلصين الفصل الأول بنحكي نويها بنقول أنه ليه ما عنا جمعيات زي باقتها الكليات نستغل العطلة نوظف طاقاتنا فيها إحنا يعني بنشوف أنه في عنا طاقات وفي عنا أفكار كتير بقسم لو استغلت بطريقة صح كتير بتتغييت تجربة الطالب وشخصيته يعني خلال الأسبوع والله هي رند كاتب البروبوزر بتقولي يلا نأدمنا الجهات المسؤولة فبلشنا توجهنا أول إشي العميد الكليب هداك الوقت كان الدكتور عكريم أشهاب مشكور طبعا يعني أنا بدي أحكي هلأ كل الجهات رحبتوا دعمة الفكرة كتير لحتى وصلنا يعني إلى الإطلاق الفصلة جاي لكن تم تأجيل الموضوع شوي بسبب إغلاقات كورونا المتكررة بتعرفين فبداية هذا الفصل قلنا خلاص يعني بدنا نشد على الموضوع توجهنا رجعنا لعميد الكليئ الحالي اللي هو الدكتور عبد الكريم ضراغمة رحب بالفكرة كتير طبعا وتوجهنا لعميد شؤون الطلبة برضو الأستاذ محمد الدقة رحب بالفكرة وساعدنا نمشي من الخطوات الإدارية مع الجامعة خطوة خطوة وحصلنا على الموافقة الرسمية الحمد لله وصار أنه خلاص بلزا منكونا هاي إدارية عشان نبني أساسات صح للجمعية طبعا توجهنا طلاب من قسمنا يعني سنواتهم الدراسية بتتنوع بين تانية وبين رابعة صحيح وبتخصصات متنوعة إيش منها فرعي ترجمة إنجليزي فرعي ترجمة إيش منها رئيسي فرنسي فرعي إنجليزي عشان بتعرف اللغات يعني ووصلنا نهايتنا طبعا أنه لرئيس القسم برضو الدكتور أحمد قبوها رحب فينا وحكالنا أنه أي شي دعم بدنا إياه موجود وما أصر معنا وآخر خطوة كانت أنه نختار المسؤول ملف الأكاديمي أكيد فكل مدرس عرضنا عليه الفكرة برضو رحب فيها كتير وجه الدعم إلها وعرضوا علينا أفكار وأشياء كتير واستقررنا بالآخر على الأستاذة ريم قاعدان عشان تكون مسؤولة الملف الأكاديمي وخلال الفترة الماضية طبعا يعني الثلث شهور أو شهرين النص الماضيين كنا شغالين مع الهيئة الإدارية ومسؤولة الملف الأكاديمي خطوة بخطوة عشان نبني أساسات لكل جهة سواء من ناحية مسؤول الأنشطة أو من ناحية المسؤول الإعلامي أو العلاقات العامة كنا مشينا عشان إن شاء الله يعني يكون الإطلاق قوي خلال يعني إحنا نحكي عن دعم وتسجيع من كافة الجهات والهيئات الإدارية في جامعة النجاح الوطنية وبالتأكيد هذا نموذج مهم اليوم لاهتمام الجامعة بكل المبادرات الطلابية والمشاريع الطلابية أنتو اليوم ياسمين من خلال فكرتكم من خلال هاي الجمعية إلى أي مدى أنتو بالفعل بتسعوا لتغيير النمط العادي والتقليدي في التعليم يعني إحنا شئنا أم أبينا في التعليم وأسلوب تقليدي اليوم إحنا عملنا من عيشه سواء في المدارس أو حتى في الجامعات ولكن هاي الأفكار المختلفة اليوم بتخلق منهج مختلف وأسلوب إبداعي آخر إلى أي مدى راح بالفعل يمكن زيد من محبة الطالب لقسمه لتحصيل علامات أكتر بقسم اللغات والإثراء يعني خاصة قسم اللغة الإنجليزية بحاجة الواحد دوما يثري معلوماته ليوسع المفاهيم المصلحات اللي هو بيعرفها صحيح إحنا بنأمن أنه كلما كان الطالب متنشط أكتر وكان حاسس أنه فيه له دور فعال في قسمه أو على مستوى حياته الشخصية هو أكيد حيسعى أكتر يعرف حيسعى أكتر أنه يتطور في مواده بصير بحس أنه فيه عنده إشي يشغل حاله فيه غير الدراسة فإحنا بنتخيل أنه مجرد ما نطالب بحس أنه فيه عنده دور فاعل في قسمه أو على مستوى حياته الشخصية على مستوى معرفته فإن شاء الله يعني بنتشوف أنه التغيير الإيجابي في الطلاب وبالنهاية يعني إحنا حنضل هالسنة ونروح فإحنا يعني إن شاء الله بنسعى أنه الطلاب كمان يتنفسوا أنه يسير لعنا هاي إدارية جديدة برضا السنة الجاي لما نخلص إحنا وضل الجمعية بنفس هدفها نفس نشاطها صحيح آه إنه إحنا بدنا موروث ما بدنا فكرة إحنا وخلص يعني ترتبط بأشخاصنا بدنا فكرة يضل الترانزليشن هاب موجود ويجي الأجيال اللي بعدنا أنه يشتغلوا عليه طب الطلبة ياسمين كيف كان تفاعلهم مع هاي الجمعية هل الشت اليوم يعني خلينا نحكي منافسة بين الطلاب أنا اليوم بدي أكون في هاي الجهة المسؤولة بدي أكون ضمن الأنشرة والفعاليات فيه تجاوب فيه تفاعل مع هاي الجمعية صحيح الحمد لله يعني من خلال الأول بوست أطلقنا والبوستات اللي بعديها شفنا تفاعل كتير كبير وكتير قبل من الطلاب حتى يعني أعلى من ما توقعنا الحمد لله وهذا إشي كتير أسعدنا وبنفس الوقت حسسنا بالمسؤولية اللي جاي علينا وطبعا بلشوا الطلاب يسألونا أنه كيف ممكن أكون عضو طب شو ممكن أستفيد بالذات أنه الفكرة جديدة عليهم يعني هاي أول جمعية بالقسم وفي منهم أصلا ما عندهم تجربة سابقة فإحنا بنحاول جهدنا أنه أي حدا بيجي بيسألنا أنه نوضح له الفكرة ونخلي روح الطلاب دايما هيك عالية وإيجابية إن شاء الله وأنت أكيد ياسمين على اطلاع بدور الجمعيات الأخرى في جامعة النجاح سواء من كلية الهندسة أو الصيدلة أو الطب في كتير من جمعيات اليوم بينشئوها الطلاب ضمن تخصصاتهم اليوم ضمن متابعتكم لهذه الجمعيات هدفكم الأساسي بالفعل لتكونوا بنفس المستوى المطلوب تكونوا بالفعل جمعية إبداعية وبتقدم أنشطة مختلفة يعني وتأخذوا من خبرات الجمعيات الأخرى في الجامعة خاصة أنه أنت اليوم مثل ما تحدثت من طلاب لطلاب يعني نفس المستوى اليوم صحيح إحنا أكيد يعني بنحاول نطلع نشوف الجمعيات التانية شو المستوى هنطلع على أنشطتهم بالذات أنه في جمعيات مثلا بتاعب الأنشطة ما بتطلب أن تكون بس للتخصص اللي هي بستهدفه فبالنهاية هي خبراته متبادلة وأكيد يعني هو يعني كل ما حدا ركز على هدفه مباشرة بوصل للي هو بديه وبتميز عن البائل أكيد يعني إحنا منتمنى لكم كل التوفيق والإبداع نتحدث في سياق الأنشطة الطلابية اللي أنتوا بتفكروا فيها طبيعة هاي الأنشطة المنوي تنظيمها بالفعل لنرجع نأكد إنها تكون أنشطة مختلفة اليوم غير مشابهة للنمط التدريسي العادي والمحاضرات صحيح هلأ إحنا يعني مبدئيا حطينا مخطط مبدئي ولكن اللي رح يجي لقدام زي ما قلت لكه رح يكون بناء على طلبات الطلبة وإيش هم ما حاسين بحاجته يعني إحنا الأنشطة اللي مخططين لها حاليا بتستهدف خلينا نقول الفئات العامة الأنشطة مثلا تتعلق ممكن نعمل يوم محادثة لغات سواء إنجليزي في عنا ناس مثلا بيحكوا إسباني فيه بيحبوا يحكوا بالفصحة بذلك إحنا مثلا مترجمين وتحكي من يشتغل بمجال ترجمة فورية فبنزم تكون لغة فصحة قوية يعني فيه أنشطة تانية متخصصة أكتر ممكن نستهدف فيها ناويا إن شاء الله الخريجين مع وحدة شؤون وتوظيف الخريجين برضو بتستهدف أنه تحضرهم لسوق العمل شو الخيارات الممكن تكون متاحة لهم أكتر بالذات أنه بعد كورونا برضو توجهات العالم بالنسبة لسوق العمل اختلفت فإحنا يعني بنحاول على هذا الصعيدين وأكيد يعني ما بخلق موضوع من ورشات بمجالات الترجمة المتنوعة سواء طبية سواء مالية فإن شاء الله يعني لقدام بتكون عندنا الصورة أوضح بالنسبة للتفاصيل أكتر بالتأكيد وياسمين كمان عشان حق الطلبة جميعا للمشاركين في هاي الجمعية نذكرهم يعني بشكل موجز أهم الطلبة اللي موجودين داخل هاي الجمعية ويعني أبرز الأشياء اللي هم مسؤولين عنها داخلها أكيد هلأ بدأ بلش بحالي أنا ياسمين حسيبة رئيس الجمعية معي زميلتي رند مفلح هي نائب الرئيس معانا الطالب رغة صلاحات هي منصقة العلاقات العامة معانا الطالبة سارة السيد كمان هي منصقة الأنشطة معانا الطالب علي السوس هو مسؤول الإعلام في الجمعية معانا الطالبة كمان أسيل جاموس هي مسؤولة التنسيب والتسجيل ومعانا كمان الطالب كريم إسماعيل هو المسؤول المالي يعني كل توفيق لإلكم ما شاء الله جميعكم طلب مبدعين بدنا رسالة أخيرة منك ياسمين لطلبة اللغات واللغة الإنجليزية اللي بيسمعوك لتشجيعهم على الانضمام لها الجمعية التأكيد على إنها الجمعية اليوم هدفها الأول الطلبة وتطوير قدراتهم وتحزيزها أكيد يا زملاء الطلبة يعني إحنا جايبين لكم هاي التجربة بناء على خبراتنا السابقة في المجال وإحنا متأكدين إنه إن شاء الله يعني التجربة ستكون كافية إنها تطوركم وتغيركم وما تخلوا تجربتكم الجمعية تجربة أكاديمية فقط يعني ادمجوها بتجارب تانية عشان تستغلوا الحياة الجامعية بأكمل وجه وإن شاء الله بنجيب لكم كل الإشي اللي بتحتاجوا بتحسوا إنه بلزم أنتكم تعرفوك طلبة أها ويعني اليوم نختص بالطلبة شوي اللي ما عندهم تحفيز لها الأنشطة شوي فقط يعني بركزوا فقط على المحاضرة أحضرها أجيب علامات أنجح في المادة تشجيعهم بالفعل اليوم إنهم بالعكس يطوروا من قدراتهم ينضموا للأنشطة النوعية في الجامعة أو صحيح لأن الجامعة إحنا بنقامل بشغلة وحتى في مدرسيننا دائما بأكدون عليها إن الجامعة مش بس دراسة هي معرفة إحنا دائما لما بنسع وراء المعرفة بتيجينا العلامات وبيجينا كل إشي معها فنكون بركزي على المعرفة أهم بالنسبة لنا من العلامات كل التوفيق والإبداع لإلكم ياسمين وإن شاء الله إحنا رح نكون على متابعة بكل الأنشطة اللي بتقدموها داخل جمعيتكم منشكركم على إبداعكم وعلى أفكاركم الريادية وتكونوا دوما خير مثال لطلبة قسم اللغات في جامعة النجاح الوطنية شكرا لوجودك معنا رئيسة جمعية Translation Hub في جامعة النجاح الوطنية وطالبي في قسم اللغات ياسمين حسيبة شكرا لوجودك معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر